هنا كان على التاريخ أن يقف طويلاً لا شبهات هنا ولا بطولات زائفة فكل شيء أمام الموت يبهد وتتلاشى دونه الحقائق تلك اللحظة التي وقف عندها شباب عزل في مواجهة نيران القتل هنا تجلت نقمة صالح أمام سلمية المحتجين ثمان سنوات منذ اخترقت رصاص صالح أجساد الشباب في ساحة التغيير كانت مجزرة جمعة الكرامة فاتحة لشهية الدم لدى المخلوع صالح قبل أن يرسم خارطة الدم على وجه البلاد برمتها ثمان سنوات على مذبحة سقط ضحيتها سبعة وخمسون شهيداً ومئة جريح واجه المحتجون رصاص القتلة بالإيمان والحجارة وهدم جدار النار وضبط قرابة تسعة عشر قناصاً ممن وزعهم المخلوع على أسطح المباني المحيطة مساحة التغيير ومداخلها راوغ صالح والجنات من مواله طويلاً ورفضوا المثول أمام العدالة شهد ملف القضية تلاعوباً كبيراً وغيب الملف واستبدل بآخر أغفل وخالف الكثير من الوقائع وعجز القضاء اليمني عن المضي في إجراءات التقاضي لكن للعدالة مجراً آخر إنها العدالة الإلهية تغيرت فيها خارطة الصراع وسقط المخلوع في شر أعماله صالح الذي وقف أمام قانون التغيير ورأى نفسه عصياً على الزوال جاءت نهايته ككل القتلة والمجرمين بعد أن قاد واحدة من أكثر الثورات المضادة دموية ضد شعب هتف برحيلة فاختار أيضاً أسوأ طرق الرحيل يتذكر اليمنيون ذلك المشهد وهو يعيد ترتيب أسماء الشهداء وصورهم بأذهانهم بطهر تلك اللحظة وقسوتها ولا تزال الأسئلة الكثيرة تحفر في أذهانهم وتبحث عن تفاصيل غياب ملف قتلة جمعات الكرامة خصوصاً بعد أن تم التصفية بعض من يحملون الإجابات ولا يزال السؤال يؤرق شهود اللحظة الدامية أين ذهب القتل؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر